في تقارير دولية النهاردة وأخبار كثيرة متدولة بتتكلم عن أنه الدولار وهيمنته على التجارة العالمية ده شيء أصبح مهدد وأنه الدولار بيواجه تحديات كثيرة جدا خلال الفترة الراهنة مع لجوء العديد من البلدان لاستخدام عملتهم المحلية في التجارة وهنا موقع مثلا بيزنس انسايدر بيتكلم على هذا الأمر بالتفصيل وتحديدا ذكر خمس تحديات متصعدة ذكر فيهم أنه التبادل التجاري ما بين الصين وروسيا ومعاهم الهند بدأ الفترة اللي فاتت بقى بعملاتهم المحلية واستغنوا عن الدولار البرازيل والأرجنتين بيتكلموا بقى لهم فترة دلوقتي على أن هم يعملوا عملة موحدة ويستغنوا عن الاعتماد على الدولار بالإضافة ده كمان أنه هناك بعض طبعا غير روسيا بصفة عامة زي ما قلنا وإيران أيضا كل هذه الدول بدأت تعتمد على عملتهم المحلية مش كده وبس تقرير كمان بيتكلم على أنه عملة اليوان الصيني بدأت أن هي يحصل فيها نمو بشكل واضح الفترة اللي فاتت بعد أما الصين رفعت بقى القيود وبدأت تجارتها يحصل فيها نوع من الانتعاشة خلال الفترة القليلة الماضية مش ده بس التقرير الصحفي اللي موجود إنما وكالة نوفوسلي الحقيقة كانت بتتكلم على اتباع بنوك مركزية في العالم نهج تقليص حصة العملة الأمريكية الدولار في احتياطياتها الدولية بسبب السياسة الاقتصادية العدوانية كما وصفها التقرير لواشنطن والدين الضخم اللي موجود دلوقتي في الولايات المتحدة الأمريكية واليوكالة قالت أن الدول الناشئة بتتجه أكتر نحو الاعتماد على عملتهم الوطنية في التسويات التجارية وأن في عدد مش قليل من الاقتصاديين اللي بقم على يقين أن العالم المالي لن يكون كما كان مرة أخرى وأنه هيملت الدولار على التجارة الدولية بدأت تتقلص وحتى ذكرين نسبة أقولها لحضراتكم لكن خلينا كمان غير تقرير نوفوستي نتكلم على تقرير أو المحللين تقرير المحللين في معهد الأبحاث التابع لبنك كريدي سويس السويسري اللي بتكلمه عن أنه الفترة الماضية بقى واضح فقدان الثقة في الاقتصاد الأمريكي في ظل ارتفاع معدلات التضخم ووجود عجز ضخم في الميزانية الأمريكية يقدر بحوالي واحد وثلاثة من عشرة تريليون دولار وديون هائلة كسرت حاجز الواحد وثلاثين تريليون دولار واللي بيشكل هذا الحجم من الديون مية واحد وعشرين ونص في المية من حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية طيب هل فيه دلالات ومؤشرات بتقول أنه فعلا فيه تراجع للثقة في الدولار في العالم التقرير بيقول أنه الدولار في السبعينيات كان بيمثل تمانين في المية من الاحتياطيات العالمية حين ذاك في عشرين واثنين وعشرين النسبة دي وصلت إلى تمانية وخمسين وتمانية من عشر في المية فقط وهو أدنى مستوى في العشرين سنة الماضية مش كده وبس التقارير كمان بتتكلم على أنه في دول مش قليلة حول العالم بدأت تتكلم بالفعل في إيجاد عملات مشتركة تانية زي كده مثلا للاتحاد الأوروبي ما جيه فترة وأم عامل اليورو في بلاد تانية النهاردة بتتكلم على أنهما يعملوا عملة مشتركة ليهم ويعتمدوا عليها في التبادل والتجاري ما بينهم وبين بعض إلى جانب طبعا ما ذكرناهم من أمثلة لعدد من الدول اللي بدأت تعتمد على عملاتها الوطنية والمحلية وبتتجنب التعامل بالدولار ده تقارير برضو حبيت ألفة انتباه حضراتكم ليه لأنه كانت من التقارير المهمة